اشتركوا في القناة اخواني واخواتي واهلي واحبابي بالاشتراك في قناة حكايات عم محمود للاطفال اسأل الله عز وجل ان يجعلها بركة على كل اطفال المسلمين تعالوا نلجع لموضوعنا ما هي اعجب حيال الشيطان يذكر الامام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة ان رجلا جاء الى الامام ابي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة قالوا يا امام اني دفنت مالا كثيرا في موضع معين ولكني نسيت ذلك لان الرمال والرياح جاءت فغيرت معالم المكان فلم استطع الاصل الى ذلك المال فالامام ابن حنيفة قالوا هذا ليس سؤالا في الفقه حتى استطيع ان اجيبك عنه ولكن ادلك على ما هو خير لك حتى تجد مالك قالوا ازاي يا امام قالوا الله عز وجل ينزل نزولا يليك بجلاله وكماله في الثلث الاخير من الليل فقم في ذلك الوقت بين يدي الله وتوضى وصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى واكثر من الدعاء وستجد ما تبحث عنه ان شاء الله الرجل سمع نصيحة الامام وراح وفي الثلث الاخير ام متوضى وام وصف خدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى وبدأ يصلي ويدعو وهو في اول ركع ولسه بيدعو فيه سجوده جاءه الشيطان وقال له ان ما لك في المكان الفلاني الرجل مش مثلا يكمل ركعتين ويروح يشوف المال لا ساب الصلاة وجري علشان يلاقي الفلوس دعته وفعلا حفر في نفس المكان فوجد المال ورجع الى البيت فرحا مستبشرا فلما سمع اذان الفجر راح عشان يبشر الامام بانه الحمد لله لقى الفلوس المهم فرح فلما انقضت صلاة الفجر فالامام ابو حنيفة شافه فقال ماذا صنع الله بك قال له الحمد لله جبتهم من اول ركعتين لسه في اول ركعتين ولسه وانا ساجد اش يعني جاني كده هاتف وانا بصلي كده اني ما لك في المكان الفلاني فضحك الامام وقال سبحان الله هذا من حيال الشيطان لقد ابى الشيطان ان تكمل ليلتك راكعا وساجدا بين يدي الله فدلك على مكان المال هكذا ده من حيال الشيطان يا حبيبي الشيطان وظفته الكبيرة انه هو عايز يوقع المسلم في الشرك بالله طب عجز يحاول يوقعه في كبيرة من الكبائر طب عجز يحاول يوقعه في صغيرة من الصغائر طب عجز يحاول يشغله بالمباحات ده من ضمن حيال الشيطان يعني ايه يعني مش لازم الشيطان ييجي يقولك ارتكب المعصية الفلانية لا خالص بالمرة ده ممكن يشغلك بشيء من مباحات الدنيا وخبال حضرتك او يشغلك بشيء من متاع الدنيا عن الطاعة اللي انت هتعملها وخبال حضرتك مش هيوقعك في معصية ولا حاجة لكن هيشغلك بالمباحات يشغلك بحاجة تشغلك عن ورد الكرآن او تشغلك عن صلاة النافلة او تشغلك عن صلاة الضحى او غير ذلك يشغلك بالمباحات علشان انت ما تكونش عايش في يعني او متلبس بفعل الطاعات بفضل الله سبحانه وتعالى انا فلنحضر من حيال الشيطان اذا كنا في طاعة فلا نترك الطاعة من اجل دنيا مهما كانت امر الدنيا فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناحة بعوضة اما الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ده ركعتين السنة مش ركعتين الفريضة فان كانت ركعتين السنة خير من الدنيا وما فيها فما ظنك بالفريضة فما ظنك بكل طاعة تتقرب بها الى الله عز وجل لأسأل الله عز وجل ان يقينا وإياكم حيال الشيطان ومكائد الشيطان وان يجعلنا جميعا يا رب العالمين طائعين موحدين مؤمنين وان يجمعنا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة